السلام عليكم زيكم عمي ايه ان شاء الله تكونوا كيسين وبخير يلا اسكن اسئلة وانت دي على طول انتي فامنست دي عدوة الرجال صح ليس اوحك ليس اوحك انا شمس تعالي روحي معي جمس انا مش معي فلوس اخوك بيع ان شواري حتى جمس ايه دلوقتي تحاوليش ترسمي علينا النكشيخ ليه وشك ورسة رسم انتي صوتك مسارسع ليه جينيتيكس جينيتيكس سمعت عنها في ايه ما الذي يحرم قبول الاد اختاه لا ادري اخاه عندما يظهروا كده يعني انتم مش عارفين ايه بيحرم قبول الاد وانش هو يبصوا يعني حتى هو كان كلام شيخ فمش عارف واحدة بتقول له عادي البنت تتكلم ولاد مش عارفة على انها صديقة او واحدة والمهم انه حد سأل السؤال في الشيخ رده قال مفيش ولاد بيكلم بنته على انها صديقة شكرا هو كلام الشيخ يا جماعة هو مش كلامي يعني انا هو مش كلامي اساسا يعني انا ما عنديش تجارب بصراحة بس هو الفكرة ايه شفت انت ما تبقي مش عايزة تقعف غلا او عملة تسمعي مشاكل الحوايك فحاسة انها كلها بتطمح ورف حدد انا بكلم ولد انا هكلم ولد انا اعجبت بولد انا مش عاف ايه انا حاسة بصراحة يعني ان كل مشاكل بنات في الفترة دي هي في الجزئة دي بس والمذاكرة جبال اه دكة هلا سامير كانت قلت حاجة كده بالمهم اه الزواج عن حب فدي احصائية عملت فبتلاقي ان الزواج عن حبي بيستمر ادي سنة اتنين طب وبعدين تذكهوا دايما ان قلب من احبب بيد من عصايته ماشي يعني انت اساسا انت عصيت ربنا عشان شخص ما لاما مش هتطوله وده بنسبة تسعين او تمانين في المية اساسا لاما هتطوله بس هتطلوه بسرعة وليه انت مشيت بطريقة غلط يعني ما عند الله لا يونان الا برضاء بالزكاء كده مش حابه برده كالوك في الموضوع كتير بس حاولوا كده يعني تتفكروا في معنى كلمة قلب جاي من تقلب الاحوال يعني انها قلوب بين ايدي لا يقلبوا كيفما يشاء ده احنا حتى دايما بندعي اللهم يا مقلب القلوبي والابصار سبت قلبي على دينك ها خلاص احوالهم بتتقلب اساسا اللي انا معجبين النهاردة ممكن اشوفه حاجة عبيرة بكرة اللي انا شايفه واو مفيش منه اتنين انTHني ممكن اشوف بكرة شي عبيطة صح faço اللي انا شايفه عبيطه النهاردة ممكن اشوف بكرة حاجة كبيرة ماشى فاهم حاجة، فلما يكون في راونك شخص لبسه فترة كده او انت حاسس ان عينيك ملبسة شخص ما او انت ملبسة شخص ما رونك او انت ملبس وحدة ما روناك كده وشايفة بقى اجمل واحلم هو بيزول انا من شخصه ده اقول ان احنا كلنا وحشين بس احنا كلنا فينا حاجة وحشة تخوف. تفهمين حاجة? واضح ان دي نفس الرسالة جمس اللي هي بعد المطعم والله يا حبيبت قلبي انا نفسي اخرج معيك ونتعرف وكل حاجة وانا معي فلوس انا اخدها حجة فانا بيهزر بس هو الفكرة ان خرجة من مد ماشي? وتعلم علي. اه فعايز استعد يعني تم تفعيل وضع زنقة الكلاب لان انا حاسة اساسا لانا ذكرته بس تماما مش هيخسر شوف اعايز انا نخرج ام ده ونخرج هابتقل. اهم حاجة بس اتحاولت تزبطي البرو جرام كويس وكده عشان يبقى يوم حالو بقى ونتكلم في براعتنا والكلام ده يعني باش حاجة هفق كده. انت لسانك طويل ليه? ماما طويلته بحبله انا صغيرة. بس كده كده وعملت له كام عريس اتقدم لك لحد دوقتي? ليه? هتعمل ليه احصائب? او لا مالكم اسئلتكم في القص كده اتفور جدام كده ليه? ايه اكتر كلمة الفترة دي بتتقلق كتير? انا مش فاهم اصدق او انا مش فاهم اصدق او بكون اتكلم اي حد. والكلمة دي بقى بتديني قوي. انه هو انا ببقى خلاص شرحت وقلت اللي انا عايزاه وخلاص يعني مش شرط الشرح اللي هو مذاكرة. يعني حتى لو كلام عابر. فلا انا مش فاهم اصدق. انا مش فاهم اصدق. اللي هو لو انا بتكلم لو اندي. ما كانش بقى الرياكشن ده. فانا بتدايق قوي. لاني بقى بتطر عيد كلام كتير. وانا بس لحد يقول ما تهدي شوية علي انا تعليم حكومي. فلو بقى عايز اقول له يعني تعليم تعليم اجانب مسلا. انا انا قلت ايه? ومش بحاول لازل اسزا كلام انجلش في كلام كتير. انا اسزا مش بحط انجلش في كلام كتير. بس هو اللي قدامي بيقول لي لا هو اي حق اني اسزا كل كلامك انجليزي. مع ان انا مش بتكلم انجليزي اسزا يعني في الغالب. في الغالب كده مش بتكلم. ممكن كده في نص الكلام بس مش على طول. فاهمين حاجة? قلتلك انه طويل. ولونه بلون الليل. تعرفي هو ايه? انا اسزا ما بفهمش الكلام العادي. فهم حاجة? يعني يعني التلميحات دي اساسا. ايه رأيك لو رحنا القاهرة سوا? انت معلوماتك وغلط عن والدي. مش عارفهم ايه? قاهرة. يعني كان اخري القريتين اللي جانب القرية اللي انا فيها. زاد يعني معلوماتك وغلط عني وعن مالدين. فاكريني مقضيينها وخروج وادخلوا. سباح الفل. زاد يعني معلوماتك وغلط عني وعن مالدين. فاكريني مقضيينها وخروج وادخلوا. سباح الفل. ساخطب بنت من عندكم الكل ايه رأيك وتوسطي وكده. هو انا خط بيولا. انا خط بك. هتوسط ازاي? وانا عرفها? يعني لأ بجد يعني انا عرفها مثلا وحتى لو ما ما بلغت. يعني انا ما اعتقدش ان فيه صديق اللي واقول له تجاوز ده. اتوسط في ايه بس اللي هو انا افهم بس. ماليش نفسي للمذاكرة ومشطايق زاكرة. ودايما ضعاية وانا بزاكرة. وانت عاملة زي الفكسين كل شوية نزل المحاضرة تستسير الجهاز المناع للمذاكرة هو اصلا بيحاول ينام. فاتهدي يا شيخة. ايه بقى يا شيخة? ايه بقى يا شيخة? اكيد درسوا تساعد صالح صح? ايه يا شيخة? ايه بقى يا شيخة? صح? جاهل بقيت الرسالة هي واضح انها غلط منا هزار. بس انا كنت هزارت والله. زاكرة بالبلدي مش منتظرة. اه اني مزاجي يتحسن عشان اذاكرة. لأ اذاكرة وانا بعيد. اذاكرة وانا نفسيدي في الارض. اذاكرة وانا اذاكرة وانا عايز انام. اذاكرة وانا عايز اقوم. مش مهم. نفسيدي في الزبال. اخد الشهادة بحيس لما ييجي حتى بديها. تحتك ممر. تبقى تعرف تنشن السرنجة في عناك كويس. احب بشكرك انك بتستوري من غير الفلتر. نعافو والله على ايه. الموضوع ما الصعب قوي. العكس انا انا عادي. مينيت جر. انا قاعدين في جالسة من كم يوم. ففي واحدة من زمانينا بتقول شمس اتظلمت. وموجودة في مكان مش مكانها. والله شمس رد عليها للاربع شباب اللي كانوا عاديين معانا وقال لها. يا كده كده هتيجي في يوم. وكلمتها هتمشي عالكل دي قادرة ومبتتهدش. مفروض الرسالة دعاني ولا تفرح لي. ايه ايه قادرة ومبتتهدش دي? ايه دي?